فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية قال رحمه الله فانظر كيف قال في الخبر حتى تتبع ملتهم وقال في النهي ولا إن اتبعت أهواءهم لأن القوم لا يرضون إلا باتباع الملة مطلقا والزجر وقع عن اتباع أهوائهم نعم لأن القوم لا يرضون إلا باتباع الملة مطلقا والزجر ليس عن ملة فقط قال وقع عن اتباع أهوائهم في قليل أو كثير يعني لا تتبعهم على شيء لا فيما يدعونه من الدين ولا في رغباتهم وأهوائهم لأن دينهم محرف أو منسوخ وأهوائهم باطلة إذن لم يبقى معهم شيء نتبعهم عليه بل الحق ولله الحمد مئة بالمئة مع المسلمين وهذا الشيء شهد الله جل وعلا به قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فالمسلمون هم الذين على الحق الآن ومن تبعهم وآمن بدينهم فهو على الحق أما من خالفه فهو على باطل وعلى كفر مهما كان من يهودي أو نصراني أو وثني أو طبائعي أو ملحد كلهم على الباطل نعم قال ومن المعلوم أن متابعتهم في بعض ما هم عليه من الدين نوع متابعة لهم في بعض ما يهوونه أو مظنة لما يهوونه كما تقدر نعم من اتبعتهم فيما يدعونه من الدين فإن هذا يجرك إلى اتباع أهوائهم والخروج عن الدين فإذا لا مطمع في اتباعهم أبدا وهذا تيئيس من أن نحصل على طائل إذا اتبعناهم لا في دينهم ولا في أهوائهم دينهم محرف أو منسوخ وأهوائهم باطل